فضرات وحالة حب بتقضي على اي صعبات ممكن تشوفيها في اي عمل فني وتخليه يطلع كده بقدرة ربنا شوفت ان دا عدوش ازاي الاول ما تعرض عنه والله دا عدوش فيلم كارتون فيلم ساخر وفانتازيا الى ابعد حد فدا عدوش بكل بساطة ماذا لو المؤلف تخيل ان مجموعة شباب اتورطوا بشكل ما ان هما لقوا نفسهم في تنظيم داعش فده موقف حد زياته كوميدي بلاس بقى التنظيم طلع من هاي البنيلة كمان هو كارتون بحت ده مش تنظيم ده شركة بترول الامير مهوأ على عينه ومعها الدراع اليمين والدراع الشمال فتقدر يتقولي انا هبقى عمل كمان الدراع الشمال مسؤول النشاط الاجتماعي بتاع التنظيم مسؤول عن الترفيه والرحلات ونسة طلعهم المصيب فالموضوع كله ده مخفيف وفيلم فانتازيا ومسلي وبيقول مسج بسيطة كده للشباب الصغير يعني ايه خلي بالكم مش الفلوس كل حاجة ان انتوا تنجرفوا حاولوا تفندوا الافكار خدوا بالكم تلكير بس اه اقول لكم ركتة والله بصي والله بصي صلى على النابع لسة والسان انا طبعا من جواي انا نفسي يعمل كل الادوار وانا مع الاكتور مع فكرة الاكتور ان الممثل يعمل كل حاجة ولكن احنا عندنا عادة التنميط والتصنيف ف لكن في النهاية يبقى الاختيار بقى ان انت تحاول تعملي بالانس ما بين الحاجات دي والحاجات دي انت تقول لهم برضو لا احنا شغالين وعندنا العظمية دي شغالة يعني زي عظمة الكوميديا كده بس والله ان شاء الله في فيلم تاني في العيد اسمه بس مباشر مع اخويا وحبيبي سامي حسين نجم سامي حسين فيلم ده مخفيف قوي برضو ومسخرة وبينقش قضية وقضية اكتباعية وسياسية جميلة دمها خفيفة يعني ان شاء الله هتعجب الناس وفيلم يعيش لان بينقش قضية الفساد بشكل مسخرة هل تتكلم ان عادوش هينجح حسين وربع مشاكل لجي والله ربع مشاكل وموجا كوميدي والاعمال الكوميدي دي